وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي زهر الأربعاء إلى مدينة تسعنة باترسبرج للمشاركة في القمة الروسية الأفريكية وبست قناة اكسرا نيوز لقطات مصورات وصف لحظة وصول الرئيس إلى المدينة وصرح المستشار أحمد فاهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة الأفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي حيث عقدت دوراتها الأولى في ستوشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة وتهدف القمة إلى دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية والروسية وتعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة أخذا في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني ومن المقرر أن تشهد الزيارة أيضا لقاء الرئيس مع الرئيس الروسي فلاديمير جوتين لبحث سبل تعديد العلاقات السنائية على كافة الأصعاد ترجمة نانسي قنقر